قتل أربعة وخمسون بحارا على الأقل وفقد خمسة عشر آخرون جراء غرق سفينة صيد روسية في بحر أخوتساك قرب شبه جزيرة كامتشاكا في المحيط الهادية وعلى متنها مائة واثنين وثلاثون شخصا وأفد مصدر من الإدارة الفيدرالية للإغاثة في البحر أنه تم إنقاذ ثلاثة وستين من أفراد الطاقم عمليات الإنقاذ متواصلة حوال أربعة عشر قريبا موجودون في المنطقة السفينة كان على متنها مائة واثنين وثلاثون شخصا وكانوا يصطادون عندما غرقت السفينة ومن بين البحار الذين كانوا على متن السفينة ثمانية وسبعون من الروس وأربعون بحارا من بورما إضافة إلى بحار من لتوانيا وأوكرانيا وبنواتو اشتركوا في القناة